معنا من بغداد عبر الأقمار الصناعية السيد حيدر الملة القيادي في اتلاف العربية مرحبا بك سيد حيدر من خلال مداولاتكم وطلعاتكم اليومية على ما يجري هناك حالات خطف كثيرة وهناك حالات سطو مسلح ازدادت وبانت في بغداد في الآونة الأخيرة التحالف الوطني من جهة يندد بهذه الأمور وباقي المكونات أيضا تندد بهذه عمليات الاختطاف من جانب آخر حاكم الزاملي يصف عمليات التفجير والخطف بأنها تعود لأحزاب وكثير من البرلمانين وصفوا أنها تعود لأحزاب وهي أحزاب مسلحة إذن من يخطف برأيك؟ شكرا جزيلا يعني التحالف الوطني يندد ووزير الداخل استنكر والخاطفون يستمرون بتنفيذ أجندتهم الخطف يعني في العراق اليوم تحديدا هو مو بحاجة إلى تنفيذ إرادة القانون بحق الخاطفين لأنه اليوم الكثير مع عمليات الخطف ما عادت هي ضمن مفهوم الجريمة المنظمة اللي الهدف من عدها التربح إنما أصبحت أجندة سياسية يراد من خلالها تحقيق أهداف معينة وبالنتيجة لا أعتقد أن هذا النوع من الجرائم بحاجة إلى مزيد من ترصين أجهزة الدولة خاصة إذا ما علمنا أنه اليوم الاتهامات ومن يقوم بعمليات الخطف هي قيادات وزعامات كثيرة تحاول أن تستغل على سبيل مثال أنوان الحجد الشعبي أو أن تستغل تمددها داخل جسد الدولة عبر حزمة من القوانين ابتدأت من قانون الدميج مرورا بحزمة القوانين الأخرى وهذا الطور خطير في المجتمع العراقي سيد حيدر حتى وزير الداخلية يكتفي بالقول بأن من يقوم بهذه الجريمة سيعاقبه القانون وصلنا إلى مرحلة وزير الداخلية لا يستطيع أن يعاقب تلك الميليشيات يعني هو أكيد بكل تأكيد الذي يخطف يعاقب يعني ليست معلومة جديدة يعني لم يكن قبل تصريح وزير الداخلية الذي يخطف يخطف على سبيل المثال بموجب القانون يكاثر حتى يستطيع وزير الداخلية أو يعني أمان تشريع قانون جديد حتى يقول الذي يخطف يعاقب بكل تأكيد هو الذي يخطف يعاقب ولكن السؤال هل نزلت العقوبة بحق الذين قاموا بعمليات الخطف يعني عندما يتحدث السيد رئيس مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي ويعني كان واضحا عندما يقول يعني تريدون أن تحظون بمكاسب انتخابية من خلال عمليات الخطف كانت رسالة واضحة لبعض الجهات التي بدأت تلوح باستحقاقات ومكاسب داخل العملية السياسية بعد الخلاص من مرحلة داعش بين قوسين بالحقيقة عندما كنا نحذر من مخاطر شرعنة السلاح خارج إطار سلطة القانون اليوم ندفع ثمن الذهاب نحو شرعنة هذا السلاح ويقع ما كنا نحذر منه في أن هذا السلاح بالنتيجة سيشكل تهديد على الدولة وسيشكل تهديد على السلطة وهذا وها هنا اليوم نجني ثمار أو نتلمس ما كنا نحذر منه بالأمس سيد حاجة العالملة القضية بحاجة لقرار سياسي أكثر مما حاجة لتطبيق قانوني في قرار سياسي في أن تسمى الأشياء بمسمياتها وأن يتم عزل هذه الجهات السياسية التي بدأت كما أسلفت تستغل بعض العناوين من أجل تحقيق مآرب وأجندات سياسية وربما حزم عسكري ليس فقط على الدواعش وأنما من هو فاسد وموجود في السلطة شكرا لك سيد حيدر الملاء القيادي في اتلاف العربية كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا